حس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد وارجعنا لكم تاني من داخل المشتل النهاردة هنتكلم عن أسرار العناية بشجرة الفل البلدي وإيه السبب اللي بيخلي نبتة الفل مظهرة في المشتل وبعد ما تشتريها مش بتزهر ولو زهرت بيكون تزهير ضعيف وطبعا ده لي أسباب هنتكلم عنها إن شاء الله في الفيديو ده ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك فيه قناتنا وتشارك الفيديو لأصدقائك حتى يستفيدوا وكون شاكر لحضراتكم جدا يلا مش هنتول عليكم الفيديو ونشوف مع بعض العناية الصحيحة بشجرة الفل البلدي نبات الفل أو الياسمين العربي دايما كل تحياتنا مرتبطة باسمه مساء الفل صباح الفل نهاركم فل عشان من أجمل وأفضل النباتات العطرية الفواحة في الوطن العربي نبات مستديم الخضرة مزهر من بداية الربيع وإلى نهاية الخريف بيقدر يتحمل الظروف الصعبة من حرارة ورياح وجفاف ولكن لا يتحمل الملوحة طبعا معظمنا بيشتري من المشتل ولكن بعد فترة بيوقف تزهير أو يبتدي يصفر والأسباب بتكون كالتالي نبات الفل من النباتات العاشقة لسماد بوائي القهوة أو الشاي وما تستغربش من الكلام ده جرب وانت تعرف بنفسك كمان من الأنواع الغير محبة لتغيير المكان كل شوية لأن نبات الفل لو كان مظهر وانت نقلته من مكانه لمكان هتلاقيه وقف تزهير لفترة طويلة لحين ما يتعود على المكان الجديد وده غالبا اللي بيحصل مع كل الناس اللي بتشتريه وده أمر طبيعي مع نبات الفل لازم يتعود على المكان الجديد وبعدين يبتدي يظهر تاني ان شاء الله فيه حاجة كمان لما تشتري نبات الفل من المشتل لازم تاخد بالك من الحاجات دي ضروري جدا عشان ميموتش منك على المدى البعيد أول حاجة يفضل إنك تشتريه هو بالشكل ده بطلع براعم زهرية مش ظهور متفتحة لأن عمر الزهرة يومين وبتتبل لكن لو خدته بالبراعم هيفتح عندك وتستمتع بريحته الجميلة الرائعة في مكانك لازم تقص الظهور بتاعته أو تخلعها بعد ما بتتبل باستمرار عشان لو تركتها على العود بتاخد غزة النبات على الفاضي وده بيدعف النبتة بعد كده تاني حاجة تاخد بالك منها ضروري نوعية التربة لازم التربة تكون طينية مع رمل زي ما حضراتكم شايفين كده لأن التربة دي جيدت التصريف وبتحافظ على الجزور من العفن والأمراض الفطرية وطبعا كل ما كانت الجزور في حالة كويسة كل ما كان النبات في أفضل حالاته وبيقدر يشتغل كويس ويظهر بدون أي مشاكل لكن لو كان عندك نبات الفل أو أي نبات عموما تربطه بالشكل اللي انت شايفها ده كده مش بتصرف المياه الزيادة يبقى عمره ما هيظهر ولو ظهر هيكون ضعيف جدا لأن المياه خنقى الجزور ومش بتتصرف بسرعة والحل إنك تنتظر لشهر فبراير قبل الربيع وتحاول تفكك جزء من التربة وبعدين تجهز رمل فقط فيه القصيص وتزراعه من تاني وبعد فترة الطين اللي كان حوالين الجزور هيتغلغل مع الرمل المضاف والتربة هتبقى جيدة التصريف إن شاء الله والنبات هيرجع يشتغل تاني بإذن الله في الربيع القادم ويظهر ويفرحك في حاجة مهمة جدا بيحبها نبات الفل وهي الرطوبة وزي ما أنتو شايفين عم سيد ربنا يديله الصحة بيغرقهم مياه بس طبعا بس أنتو طبعا مش هتقدروا تعملوا كده لو في بلكونة أو في الأسطح لكن في حل بديله هو بعد الري لازم ترش الورق والفروع برزاز المية في حد هيسألني سؤال جميل جدا وأنا منتظره وعارف هيقول إيه السؤال هو أنا سمعت إن رش النباتات بالمية بيعمل فطريات ومشاكل للنبات هل ده صحيح؟ بص بقى رش النبات ليه شروط عشان نتفادى أي مشاكل ممكن تحصل وهي إن لو المكان عندك مفتوح أو الهوى جاف ترش مفيش مشكلة بالعكس أنت كده بتساعد النبات على النمو بشكل جيد إنما لو المكان عندك فيه رطوبة عالية جدا بشكل طبيعي زي المدن الساحلية يبقى ملوش لزوم رش النبات لإنك هتزود الرطوبة بزيادة ويسبب مشاكل كمان الرش يكون فيه وقت غروب الشمس أو فيه الصباح الباكر لكن ممنوع منعا باتا رش النبات فيه أوقات الظهيرة أو فيه وجود الشمس بشكل قوي عشان نقطة المية اللي بتكون موجودة بعد الرش بتسخن جدا من الشمس وقبل ما بتتبخر بتحرق أنسجة الورقة اللي هي وقف عليها كده احنا تكلمنا عن أغلب الحاجات اللي بيحتاجها نبات الفل نتكلم عن مشاكله بقى أول مشكلة هتقابلك معاه هي إسفرار أوراقه بشكل ملحوظ وطبعا ده بسبب نقص عنصر الحديد لأن الفل من النباتات المستهلكة لعنصر الحديد أو معظمها وفيه بعض الناس بتخاف أنه خلاص مات كده وممكن يتخلصوا منه أو يرموه ولكن ده أمر طبيعي جدا مع نبات الفل بس لازم يستوجب عليك أنك تقصه فيه شهر يناير قص محترم طبعا عشان فيه دخول الربيع هتشوف منه أحلى نموه خضري كسيف وفيه أول شهر يونيو بإذن الله هتلاقي التزيير بقى كسيف جدا وهتتعيلي وممكن كمان تأخذ الفروع اللي أنت قصتها من شجرة الفل وتعمل منها عقل تزرعها وتبقى استفدت من الناحية نيجي بقى لنقطة مهمة كمان نبات الفل من النباتات اللي بتحب الشمس جدا لازم عشان يظهر معاك على الأقل يكون عندك مكان بتوصله الشمس لمدة 6 ساعات عشان التزهير يكون قوي لكن لو المدة أقل من كده التزهير هيكون ضعيف وممكن كمان ما يظهرش عشان قبل ما تشتريه تعرف المعلومة دي دي كانت أهم المعلومات اللي أنت هتحتاجها في العناية بنبات الفل أتمنى رب يكون الفيديو عجبكم وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته